اهلا ورحمة بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديدة ببرنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في شهر ايشين اول العام الماضي عام 2020 علنت الحكومة عن ما يسمى بالورقة البيضاء قالت هذا مشروع تثبنا حكومة الكاظمي ليكون خارطة الطريق شاملة هدفها الاساسي مثل ما قالوا في البيان الذي اصدروه عن هذه الورقة هدفها الاساسي اصلاح الاقتصاد ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه العراق طيب وقلناها ونقولها والناس الكثيرين قالوها ان هذه الورقة التي تسمى الورقة البيضاء عبارة عن ملف ربما بمئة ورقة اكثر ربما بمئة ورقة اكثر من سبعين ورقة منه وصف للحالة احاديث عامة وصف لحالة العراق ووضع العراق وهذا لا يحتاج الى وصف الحقيقة اهل العراق يعني مثل ما يقال اهل مكة ادرى بشعابها اهل العراق يعرفون اين الداء وين الخلل والمصيبة وشقد حجمها وشقد الكارثة الكبيرة يعرفون وين الفساد وين الخراب لكن مع ذلك سبعين ورقة تحدث وثلاثين ورقة تحدث عن معالجات المعالجات عندما تقرأها من 30 ورقة تجدها معالجات يعني اقل ما يقال عنها مثل ما يقولون هم فضائية يعني غير واقعية غير منطقية غير قابلة للتطبيق لأسباب كثيرة يعني لكن اليوم بعد مرور سنة هم يتحدثون الان وهذا اساس حديثنا اليوم الان كثير من الاقلام التي تدعم مصطفى الكاظمي والتي تطبل له بلض النظر عنه وتدعم هذه الحكومة وتقول انها جات من رحم الشعاب ورحم الثورة التشتريين معرفة هذا الكلام الذي لا يصدقه احد عموما الكثير منهم يتحدثون انه هذه الورقة البيضاء انقذت العراق من الانهيار المالي واولهم وزير المالية الحالي يقول انه انقذت العراق من الانهيار المالي كيف انقذت العراق من الانهيار المالي يعني اول سؤال واحد يسأله كيف انقذت العراق من الانهيار المالي ما هذه الورقة العجيبة التي انقذت العراق من الانهيار المالي وين كان العراق عنها وشون ممكن تطبيقها الحقيقة عليهم ان يخجلوا وان يخجلوا ويستحوا مما يقولونه لان هذا غير واقعي ولا يمكن تصديقها وهم يتحدثون مع شعب العراق وشعب العراق اثكى شعوب الدنيا ما احترامنا لكل شعوب الأرض لكن هذا هو العراقي وهذا الشعب وهذا التاريخ وهذه حضارته تدلل عليه وتدلل شنو معدن هذا الشعب وتدلل مواقفه ورؤيته وخبراته ولماذا يعني واجه كل هذه المآسي والكوارث هذا الجزء من عده ويدفع ثمنه لأنه شعب ذكي وشعب لماح وشعب رؤيته واضحة وقدراته على الرؤية يعني ما شاء الله يعني بطريقة عميقة ودقيقة وتحليلة سليم عموما يقولون انقذ العراق من انقذ العراق انقذ العراق ارتفاع سعر النفط ارتفاع سعر برميل النفط اللي كان وصل لثلاثين وبحدود العشرينات وارتفع إلى ثمانين دولار هذا الذي انقذ انقذكم انتم مو انقذ العراق انقذ العملية السياسية انقذكم انتم الحاكمين للعراق هذا واقع الحال ولا ما الذي انقذ يعني لأنه علينا ان نتساءل يعني هذه الورقة البيضاء بعض سنة هل امتهى الفقر بسببها ام زاد الفقر في العراق هل هؤلاء الذين كانوا تحت خط الفقر قلوا ام زادوا انا سأقول لك ان قارطة الفقر قد توسعت وان اعداد الذين تحت خط الفقر قد زادوا لانهم قالوا انه هذا تخفيض الدينار العراقي كان ضمن رؤى او اولويات الورقة البيضاء نعم هذا ضمن شروط البنق الدولي البنق الدولي كان يشترط على العراق هذا الوضع وخفضوا سعر الدينار وزيدوا الدولار مقارة بالدولار وبالتالي الناس فقدت اكثر من 30% من رواترها مما تحصلها شهريا بالتالي زاد الفقر زاد التضخم زادت الاسعار القدرة الشرائية قلت وبالتالي توسعت خارطة الفقر وتوسعت خارطة من تحت خط الفقر هذا واقع الحال هذه بالأرقام اذا يحتاجون وهم لديهم الأرقام ستقول ذلك والسؤال الآخر هل انتهت البطالة ام زادت عادة العاطلين عن العمل اعداد العاطلين عن الامل الآن زادوا اضعاف ما كانوا عليه قبل الورقة اذا ما الذي فعلته الورقة الورقة تحدث عن من المعوقات للاقتصاد فساد ونهب هل اوقفت الفساد ووقفت النهب اما ما زال الفساد في ريعان شبابه ويأكل ويشرب بأحزابه وقوانه ونفس شخوصه مسكته كم واحد وسويته هيئة تسمى هيئة الفساد وما عرف منه مسكته كم صغير والحيتان الكبيرة والأحزاب الكبيرة التي تحكم العراق ما زالت هي التي تنهب وهي التي نهبت وتنهب ما زالت جاثمة على صدر العراقين والعراقين هذه الورقة تحدث عن تحسين موارد العراق من غير النفوط لانه العراق وهذا صحيح لانه العراق مواردة احادية وتأتي من النفوط فلابد ان نحسن مواردة من مصادر اخرى مصادر صناعية وزراعية وتجارية واقتصادية اخرى طيب هل عادت الصناعة؟ هل اشتغل معملا واحدا مصنعا واحدا من المصانع التي كانت عند العراق؟ هل زادت الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة اكتارا واحدا ام قلت؟ الأراضي الزراعية قلت بكثير الملوحة زادت فلاحين تركوها ويجروها الصناعة غير موجودة اذا ما هي الموارد الجديدة؟ النفوط اذا كان اعتمادنا عليها 95% صارت 99% منافذ الحدودية التي قلتم وتحدثتم عنها كثيرا هل خرجت من تحت ايد الميليشيات؟ اذا لديكم 10 منافذ رسمية لدى الميليشيات 40 منفذ غير رسمي بالتالي هل انتهت ديون العراق؟ هل استطعتم هيكلة الدولة بشكل او باخر؟ هل استطعتم القضاء على البطالة المقنعة لديكم 7 ملايين؟ انتو تتحدثون 4 ملايين موظف مارو 5 ملايين موظف تطوهم شهريا 7 مليار دولار مين تتوب؟ هل زادت الاستثمارات في العراق؟ هل الموازنة هذه التشغيلية والاستثمارية زادت الاستثمارات فيها وقلت التشغيلية؟ ام هيكلة تشغيلية وماك استثمارات؟ هل انتهيتم من قصة الكهرباء؟ هل انتهيتم من قصة الخدمات؟ هل انتهيتم من الصناعة من الزراعة؟ هل عمرتم مدارس؟ هل انشأتم مستشفيات؟ هل انشأتم طرق؟ هل انشأتم جسور؟ هل انشأتم البنى التحتية كلها مدمرة؟ هل انشأتم البنى التحتية؟ بالتالي هل اخرجتم العراق من قائمة الدول الاكثر فسادة في العالم؟ العراق ما زاله من أكثر عشر بلدان في العالم فسادا ما زالت بغداد أسوء مدينة ما زاد العراق البلد الثاني بالركود الاقتصادي وذاهب إلى الخراب والدمر والانهيار إذن ما الذي فعلته الورقة البيضاء ليقولوا لنا هل هناك تنمية ما هي هناك خطط تنموية خماسية وعشرية ومعرفش كيد في كل الدول وتضع خطاط ومصانع وبناء وانجازات وينهي ماذا فعلتم وذاهب تخطيطون تعرفش كيد الموظفين في الدولة ما تعرف وهذا باللسان الوزير واللسان كل المسؤولية لا نعرف عدد وزيرة المالية ما يعرفون عدد الموظفين في الدولة العراقية فإذا وزارت تخطيط وزيرة المالية ما يعرفون عدد الموظفين شو رأي عرفون شي المشاريع علينا تحتاجها واشلون يموولوها ومن يجيبوها ولحد الآن وديونة الدائنون ومصائب والنفط مرهون إذن الكارثة كبيرة ما علاقة الورقة البيضاء بكل ما جرى تضخم ازداد الأسعار ازدادت الحياة صعبت على الناس وبالتالي العراق من سيء إلى أسوأ فما الذي فعلته الورقة البيضاء وأنقذت فيه العراق من الانهيار ليقولوا لنا هذا واقع الحال وهذه الورقة البيضاء وهذه مشاريعهم التي يطبلون لها وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة